أهلاً بحضرتكوا بعد الفاصل النهاردة الحلقة تقيلة هنتكلم فيها في كل حاجة بتقولكم الحلقات اللي جاية كمان هنوضح الصورة كلها قدام الرأي العام ورزقنا على الله محاج برزق هر اللي موجود فوق كابتن عادل أخبارك إيه؟ الحمد لله الحمد لله فك نفسك فك نفسك انت كده قاعد مبسوط يعني؟ آه آه تمام ولا عشان تقداري الكرسة لا 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 بالعكس أخبارك إيه؟ الله الحمد لله أكد أولاً أنا سعيد إن أنا معك ده حاجة سعيد كابتننا كابتننا وكنا سعداء بيك دائماً يا كتب مصطفى أنت حايتيني وأنا بلع بعادة آه في الآخر بس يعني آه اللي كنت بسمعه على حضرتك بعدما بقيت في الفريل الأول آه كنت أتمنى إن أنا أكون متواجد معاك في اللي ربنا يكريبا بس يمكن أنا كنت بيقوله شوية امتدت منك حاجة بسيطة يعني أنت كان ليك بصمة مع الفرقة دي حقيقة يعني شوية كده مجاملة أنا مش هنجامل بعض بقى في الكلام لا طبعاً إنما أنت رجل وضعت اسمك سجلات النادي الأهلي ومنتخب مصروح تلعبت كاس عالم ودي شامعة مضيئة في تاريخك كله إنك لعبت كاس عالم أنت بدأت كرة إزاي؟ هل كنت تحب الكرة ولا جات بالصدفة ولا إيه؟ لا هو يعني أنا أصلاً من أنا السيرة حتة شعبية طبعاً بنلعب في الشرع كان بيعمل كان بيعمل لعبة كتير يمكن إحنا كلنا لعبنا في الشرع فقدنا الميزة دي يمكن الساحات الشعبية واللعبة في الشرع كان بيعمل نجوم وبيعمل لعبة كبيرة قوي يمكن أسماء كبيرة قوي كانت في مصر مين من عين السيرة؟ جمال عب حميد كابتن جمال عب حميد كابتن محمد ردوان المقولين إيهاب جلال حرس المرمى أحمد جمال فيه لعبة دلوقتي بس يعني أنا أحمد مصطفى الترسانة لعبة كتير قوي ونصر محمد على الله أرحمه كان من جنبنا يعني خطوتين بدأت كرة في الشرع سنك كم سنة تاريخ؟ يعني وأنا صغير جداً كان سنة؟ وإحنا فيه تسع سنين عشر سنين تسع سنين؟ آه كنا بنلعب بقى في الدورات الرمضانية كان ليك فرقة؟ آه كان عندي كان عندي فرقة مهمة أويف وإحنا صغيرين كنا بنلعب مع الكبار آه كان مجموعة مجموعة ناس يعني كان أنا فاكر منهم اتنين لعبة لو كانوا لعبوا في فقندية آه كانوا يبقوا أعظم مين هما؟ في واحد اسمه عامر سالم وواحد اسمه خالد حمودة ده الاثنين دولاً من أفضل عايشين في الباتة؟ آه موجودين وبتوصل معهم وبنقعد مع بعض على طول يعني يفكروك بقى بالله آه آه وأنا بروح على طول أنا أصير أبراك دولاً 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 حظوه معشن ما كملوش آه لأ دول لو كانوا كملوا كانوا بالذات كمان يعني دواً مدافع عامر ولكن خالد حمودة ده كان من اللعبة اللي كان ممكن يبقى زي زي اللعبة الكبار بتوع نفس الملعب كانت تنصف وتنزل هل الأسرة عندك كانت موافقة كنت تلعب في الشارع؟ ولا كنت بتلاقي مضايقات منهم؟ لا ما تنزلش تم بالدراسة هتاب ما بش عارب بإيه؟ لا موضع العادي يعني احنا كنا بنهرب منهم ولكن أكتر فك نفسي حالت فك نفسي لا أنا فاكتك أنا فاكتك وانا بفك نفسي لستتكلم براحتك لا يعني أحب عيدي كده كإني أعطف الده في المدرس طيب حالة المهمة يا كت إنه إنه كالعادة يعني الحتة الشعبية كان كله بيبقى عارب بعض ويعني حتة إنك إنت يتخاف عليك ما حدش يخاف عليك لا ولو كيفين عليك الدراسة أقصى أه والحاجات دي أنت بتلعب في الأجازة وبتلعب في الدراسة بس مش كتير يعني وكان فيه التزام سعيتها وكمان الحتة الشعبية اختلفت عن زمان دلوقت يعني كنت معروف؟ في المدرسة بتاعتك عين السيرة بالفرقة بتاعتك تروح تلعب في الحي ده تلعب في الشارع ده في الحارة دي في الكلام ده كله؟ طب أنا أحكي لك حكاية على حتة اللعبة دي مع كتن جمال الحمير كتن جمال كان بيلعب في الأهلي أيوة وإحنا كنا بنلعب تحت بيته لو حضرتك رحت عنده البيت رحنا له آه وكان في يوم لعبة الأهلي موجودين متواجدين عنده في البيت وإحنا كنا بنلعب تحت في الشارع تحت أه وأنا اللي أبتح كويس أبو هم نازلين واحد بيقول لي فيهم بس أنا مش فاكر متذكر مين؟ قال لي أنت تلعب في الأهلي؟ وانتقول أنا هلعب معاك والأيام اللي جاية في الأهلي وانا كان تعرفش من اللي قالك يعني أه مش فاكر أه بس بيتهيأ لي كان آه محمد عباس كان هناك وجمال عب حميد وكان وحمد يجوه معاه ومختار وحمد يجوه معاه ومختار محمد عامر مش اللي دي كانت موجودة مع بعض أه يعني ما عليش أنا ما يعني لا بالألقاب طبعا لازم أرمي الكاف دي لازم أزحلها لازم كابتن طبعا ولكن ولكن عشان الأسماء أقولها بسرعة يعني آه فواحد فيهم اتكلم معايا بتيالي لكابتن جامال عب حميد لكابتن مثلا محمد عباس أنا مش فاكر اكتشفك كده بسرعة كده لا آه شافوني بلعب كانو بيتفرجوا بيت جامال عب حميد كان تحته أرض بيلعبه فيها الملعب بتحت آه بنلعب فلما لعبنا قلتلهم قلتلهم أنا متوقع أنا هلعب معكم كان عندك الإحساس ده ماشي عارف قلتها خلاص بس يعني كنت أهلاوة لازم الكاول حلاو طبعا طول عمرك ها طبعا عادة أصله نادي الأهلي آه لما بيدخل في الدم ما بيخرجش لو دخل آه لو دخل في واحد بس من عيلة آه بيبقى العيلة كلها تبقى متواجدة محن ربما طبعا لكون الأندية تانية آه طبعا كده لا بس إحنا واحنا لي كتير إن صغيرا كده و إحنا كتير عشان كده حمدو لله مهم مين من الفرقة اللي أنت كنت بتلعب فيها وأنت صغير كده فكر و قالك تعالى كده نروح مثلا الاختبارات ولا مين قالك تعالى النادي الآهلي ولا مين اللي أنت طول انك كان عندك إحساس الإحساس صغيرك من إيه قلت إحكتبارات قلت سينك كم سنة كان سن ساعتر 13 سنة ونص 13 سنة ما خفتش وانت راح النادي الاهلي لا ده هو اللي جالنا كابتن هاني مصطفى جالك وانت بتلع في الشارع لا في مركز شباب عين الصيرة بقى عملوا فكرة النادي الاهلي ويمكن احنا عملناها لما مسكنا في الطاع النشقين احنا ما قلنا في ناس ما بيجو لكش علشان ما بيعرفوش احنا نروح لهم والصعيد اللي فيها منجم من اللاعبين زي دلوقت اللي ما بيحصل الأكاديميات اه اللي هو لأ وكان أقوى من الأكاديميات انك انت بتروح كل سنة تختبر الناس في المكان بتاعهم يعني مثلا نحنا عملناها يا ام الكابتن محمد رمضان لما كان مدير قطاع بقينا نروح خمس مدربين مثلا يروحوا الصعيد نقفل الصعيد بنقعد أسبوعين نلف في مراكز الشباب بنعمل حتى كنا بنشترك مع المراكز الشباب يعني مثلا التيكت بخمسة جنيه كان مركز الشباب يبقى لاتنين ونص والنادي الاتنين ونص بتشغل المراكز الشباب وكمان بتطلع عليكم بتطلع بنتفرج على لعبين وبنشوف لعبين فالكابتن هنا مصطفى كان ساعتها جيه أنا صير اتفرج علي وقال لي تعالى وللأسف يعني أنا قبلت ان انا قاجي بس وانا جاي حصل الظرف عندنا في العيلة كان والدي كان توفى كنت صغير انا لا يرحمه يا سينا فلما توفى يعني بعيدت عن الكرة نسيت شبقى نسيت قال ومرضيت شروح يعني وهو كان يتمنى ان انا نكون في الاعلى فازعلت شوية فسفت الموضوع فب